جيداً مساء الخير وأهلاً وسهلاً بحضراتكم أرحب بدايةً بكل الأهلواء اللي بيتابعونا النهاردة النهاردة فعلياً الحقيقة الحلقة دي تعتبر بداية الاستعداد الحقيقي لموسم جديد بداية أو ضربة البداية إن شاء الله اللي هتكون أيام 15 أو 16 أكتوبر هتكون أمام الحرس الوطني أو جون دارموري ناسيونال بطل النيجر النهاردة الفرقة بترجع مرة تانية للتمرين تحت قيادة مستر بيتسو موسماني وخليني أقول لكم كده بدايةً قبل ما نخص في التمرين أخبار تمرينة النهاردة بس خليني أقول لكم كل الأخبار اللي انتوا سمعتوها طول الأيام والأسابيع اللي فاتت كلها فانكوش مش عارف علي معلول في قطر وعمر السلية مش هيجدد وبيتسو موسماني في الأمارات كل ده الحقيقة فانكوش والفرقة النهاردة بتتدرب تحت قيادة مستر بيتسو موسماني مشوار صعب هو موسم جديد متطعم شوية بموسم قديم يعني احنا طبعاً بداية أو ضربة البداية هتكون في دورة أبطال أفريقيا أمام بطل النيجر لكن ده ما يمنعش كمان احنا عندنا مباراة بيراميدز في كاس مصر بتاعت الموسم القديم فتقدر تقول كده انه حاجة ميكسي يعني موسم جديد على موسم قديم لكن في النهاية هنعتبر حسب الإطار الزمني احنا ببتدي النهاردة موسم جديد مع حضراتكم كل التوفيق لأبطالنا اعتقد انه الفرقة ان شاء الله بإذن الله جاهزة للمنافسة على كل الألقاب وزي ما قلنا لكم احنا المطلوب من لعبتنا ومطلوب من فرقتنا ان هم يقدموا أقصى ما عندهم نحس انه لعيبة قدمت جوه الملعب وبره الملعب أقصى وأعلى درجات التركيز أعلى درجات الالتزام النتيجة دي بتاعت ربنا